استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار سفيرة دولة الدنمارك ووفد شركة نوفو نيرديسك الدنماركية ذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المستحضرات الدوائية وناقش الاجتماع سبل التعاون مع الشركة لتنفيذ حملات للتوعية بطرق الوقاية من مرض السكر والسمنة وكيفية تجنب المضاعفات الناتجة عنهما بالإضافة إلى توسع في إنشاء مراكز لعلاج السكر وتثقيف المرضى بالمستشفيات في محافظات الجمهورية من جانبها أثنت سفيرة الدنماركية على الشراكة الوطيدة بين مصر والشركة الدنماركية ومدى التزام الشركة بتلبية احتياجات سوق الدواء المصرية مؤكدة تطلع الشركة للتصدير لأفريقيا من خلال مصر اشتركوا في القناة